مع اقتراب موعد الانتخابات في ايران وتراشق الاتهامات بين المحافظين والإصلاحيين ما عاد لدى المرشحين المبعدين حرج في الكشف عن فضائح السلطة وأسباب سلسلة الهجمات والحرائق والانفجارات التي يحاول النظام أن يمررها على أنها مجرد أحداث عرضية ناجمة عن مشاكل تقنية وفنية فقط الرئيس الإيراني الأسبق أحمد نجاد أحد أبرز من تم إقصاؤهم بدأ ما بات يطلق عليه بسياسة تكسير العظام ليشن حملة ضد النظام ورموزه مشككا بولاء العديد منهم بل ذهب لأبعد من ذلك حيث اتهم نجاد مسؤولين كبار بالعمالة لإسرائيل ففي أحدث تصريح الله قال نجاد إن هناك عصابة أمنية فاسدة رفيعة المستوى في إيران لها دور في اغتيال العلماء النوويين والتفجيرات في موقع نتنز لتخصيب اليورانيوم متهما إياهم بالتورط بعملية تهريب آلاف الوثائق النووية المهمة في تورقوز آباد وفي منظمة الفضاء إلى إسرائيل عازيا ما حدث على أنه أعلى مسؤول تولى مكافحة التجسس الإسرائيلي في وزارة المخابرات الإيرانية هو نفسه كان جاسوسا لإسرائيل وهو حدث أكده مسؤولون في الموساد الإسرائيلي وأن العملية تمت بشكل سري في كانون الأول عام 2018 بمشاركة نحو عشرين عميلا لهم داخل إيران نجاد شكك بجدية نظام ولاية الفقيه في وضع حد للبؤر الفاسدة بين أروقة السلطة مؤكدا أن جزة الاستخبارات الإيرانية تسارع إلى غلق أي قضية عبر طرح اسم مزيف أو غير معروف وأنه قد تم قتله أو أنه غادر البلاد تصريحات نجاد وغيره من الذين تم إقصاؤهم تكشف حقيقة هشاشة النظام الذي يحاول الظهور أمام الداخل والخارج بأنه يمسك بقبضة من حديد زمام البلاد إلا أن الواقع يقول إن إيران وأسرارها ومؤسساتها باتت مستباحة لكل من يريد ترجمة نانسي قنقر